سؤالي القادم ليك يخص بطولة كأس الأمم الأفريقية وتغيير موعدها أكثر من مرة في مناسبات عديدة ما بين الصيف والشتاء وهل يتدخل أمفنتينو رئيس الاتحاد الدولي في هذا الأمر؟ هل تدخل الاتحادات الأوروبية في هذا الأمر؟ أم الكاف مستقل تماماً برأيه واختياراته مع تغيير أكثر من مرة موعد كأس الأمم الأفريقية ما بين الصيف والشتاء؟ للأسف نحن لم ندخلش في هذا الأمر ولكن لازم نتكلم مع بعض ونفكر أكثر مثلاً لو لعبنا في كوتفوار في جولاي ستبقى مطرة جزيرة عمرك لا تستطيع تلعب عمر ما فيه هيبقى فيه واحد بس من الجمهور يقدر يتفرج على حاجة زي دي أو تروح غانا وتلعب مثلاً في جولاي يعني الموضوع ملوش دعوه بموضوع الكاف ملوش دعوه بالفيفا هو ليه أكثر علاقة بالأعمال الجوية خلينا دايماً نفكر بالواقع بالواقع يعني لما يكون فيه سوء أحوال جوية إزاي أنا أقدر إن أنا أقيم بطولة أو إزاي أقدر أقيم مطش وفي الآخر برضو أنا هقولك إن الكرة الأفريقية إحنا بنحاول ندعمها